السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم اتمنى تكونوا بالفصير وانتو بتشوفوا الفيديو الميميز اللي حنشوفه مع بعض النهاردة واني هنعرض لكم من شلاله مجنوعة متميزة ومجديدة من احدث الادوات المنزلية والافكار والمنظمات والافتراعات والاجهزة الذكية جدا اللي بتساعدك ان انت بنظامي وترتبي بيتك بكل سهولة وده غير طبعا ادوات التنزيز اللي استخدامها بيبقى سهل جدا واللي ما بيحتاجش منك اي مجهود واللي بيستاعدك على استغنال وقتك بافضل الطرق فلو دي اول مرة بتشوفي قناة الادوات المنزلية اتمنى انك تنضمي لنا وده عن طريق الضفط على زر الاشتراك ولو حب ان هو يمصنك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة لقدر ان انت تتفع علي جرس الاشعارات لاشعار الكون ودلوقتي هنبتدي الفيديو بتاعنا ونشرح مع بعض كل الادوات والمنتجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده ونشوف ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كان العادة هكلمكم عن الطرق ان تقدروا منصن لهم ان انتوا تجيبوا كل حاجة انتوا محتاجانا وحنبتدي الفيديو بتاعنا مع منظم عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام ولو استخدميه في المطبخ تقدر ان انت تنظم به الخضار او الفكهة ولو استخدمتيه في الحمام ممكن تنظم به مختلف ادوات ومواد التنظيف طبعا تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة بعد كده معنا جهاز صنع الزلبية طبعا تقدر تعمل به القطايف او المعجنات بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها زي ما انت شايفه طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده تعالي شوفي معايا ادات التنظيف اللي هي بتيجي عبارة عن اسفنجة واشراطة وبيجي معها جزء تقدر ان انت تضيفي بالمية واي مادة التنظيف انت بتفضلي تستخدميها بعد كده معنا القامعة او المصفى اللي تقدر ان انت تصفي من خلاله والزيت او تقدر ان انت تعبي من خلاله مختلف العبوات اللي بتبقى موجودة عندك بمختلف الحاجات اللي انت عايزها طبعا طريقة غسله وتنظيفه سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعضة عندنا اللي جلافز المصنوع من القماش اللي تقدر ان انت تنظفي من خلاله مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وطبعا تقدر ان انت تصليه وده بيسهل عليك وبيساعدك ان انت تستخدميه مرة تانية ودلوقتي حتشوفي معايا منظم للرز المنظم ده بيأفر معاك تقريبا زي 10 كيلو من الرز او من الدقيق وغير كده بييجي معاها ادامة عيارية بتساعدك ان انت تعايري الكمية اللي انت عايزاها من الحاجة انت تنظمها في المنظم ده والاديان المعيارية دي تقدر ان انت تستخدميها كمصفة برضو تصفي من خلالها الرز اللي انت بنظمه في المنظم ده هنا حنشوف مع بعض عندنا منظم لتفجيل التوابل سواء التوابل البدرة او التوابل الصحيحة والمنظم ده بيحتوي على 6 خانات كل خانة منه بيجي معاها المعلقة الخاصة بيها وتقدر ان انت تتبك المنظم ده عندك على القدار بكل سهولة وتنظم عليه بعض لوازن البطف اللي بتبقى موجودة عندك وهنا حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من القطع العزلة للحرارة والتي تقدر ان انت تستخدميها تحت اي حلة سخنة او صنية او طبق ساخن بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا الشماعة اللي بتساعدك ان انت تتوفري مساحة كويسة جدا جواة بيلاب عندك وتقدر ان انت تتعلقي عليها خمس شماعات تانية وغير كده الشماعة ذات نفسها تقدر ان انت تثبتيها عندك على طرف الشباك او على طرف الكورسي او الدولاب وغير كده الشماعة دي مناسبة جدا في اوقات السفر بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم لتخزين وتنظيم البيض بيجوا عبارة عن رفين وبياخد معك تقريبا زي 15 فيضا تقدر ان انت تنظمي جواة تلاجة او برد تلاجة وهو كده كده حجمه صغير مش بياخد عندك اي مساحة جواة تلاجة هنا حنشوف مع بعضها عندنا مأشرة تقدر ان انت تستخدميها في تأشير الفضار او الفكهة واهم حاجة في المأشرة دي ان هي كل الاشي اللي انت بتقشري بيتجمع بالمأشرة ذات نفسها بعد كده تعالي شوفي معايا الفرشة اللي بتساعدك من انت تنظفي جميع ادوات المطبخ واجهزة المطبخ بكل سهولة وده لان الفرشة دي بتحتوي على 3 فرش مختلفة في تصميم بحيث ان يتساعدك من انت تنظفي لقدي الاماكن اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف ادوات المطبخ وهنا حنشوف مع بعضها عندنا منظمات كده التوابل المنظمات دي بيجي معاها قطعات بتساعدك ان انت تثبت المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس وتقدر ان انت تخزدني في المنظمات دي مختلف انواع التوابل البدرة اللي بتبقى موجودة عندك وهنا حنشوف مع بعضها عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تنظم عليها هدمتين في نفس الوقت يعني ممكن تنظم عليها تشيرته بانطرون او بانطرون لوحده او تشيرت الوحده وهي هتساعدك على استغلال المساحة الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدولات وغير كده تنظمي الودوم اللي بتيجي عبارة عن قطعتين مع بعضها في شماعة واحدة وهنا معاني رولي من الفوط او المناديل اللي هي بتبقى عندها قدرة عالية على انتصاص السوائن وتقدر كمان انت تستخدميها لتنظيف مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك يعني الفوط دي تقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة في الاستخدام وهنا معانا منظم للحمام المنظم ده طريقة تسبيته على رجدار سهلة جدا ما بيحتاجش لأي ادوات تسبيت وغير كده تقدر ان انت تنظمي عليه الكريمات والشامبوهات ومعجون استنان وفرش استنان بطريقة شيء جدا وهنا معانا القطعة اللي بتساعدنا على تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا بطريقة مميزة جدا طبعا القطعة دي او الاداة دي مصنوعة من السيليكون واعتقد ان هي كمان من مميزاتها ان هي ما بتجرحش اي حاجة انت ممكن تنظف فيها من خلالها وانا هنشوف مع بعضها عندنا جهاز مميز جدا برضو بيساعدنا على تكفيف الاحذية واعتقد ان الاجهازة دي بتبقى مناسبة جدا في فصل الشتاء بحيث ان دايما ممكن الاحذية دي تتعرض للمطر او ان هي تتبلل فالجهاز ده طبعا هيساعد على تكفيفها باسرع وقت ممكن وهننتقل بعدها لادوات المطبخ ومعانا هنا منظم كده طبعا حجم كويس جدا في استيعاب مختلف لوازم المطبخ زي المعالق والشوك والستكاكين مختلف الادوات واللوازم الصغيرة اللي احنا بنستخدمها عندنا في المطبخ وطبعا ليه طريقتين في التسبيت ممكن تسبتيه عندك على الرخامة ممكن تسبتيه على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطعة بتساعدنا ان احنا نحمي جميع انواع واشكال السكاكين اللي بتبقى موجودة عندنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا ودي برضو ليه طريقتين في التسبيت ممكن تسبتيها عندك على الرخامة ممكن تسبتيها على الجدار طبعا بطريقة سهلة جدا من غير ما تكون محتاجة لأي مواد لسقة واينا معاينا مجموعة من القطع الصغيرة اللي نقدر ان احنا نثبتها على الشماعات اللي بتبقى موجودة عندنا بحيث ان احنا نعلق كذا قطعة من الهدوم بتاعتنا على نفس الشماعة واينا معاينا منظم جميل جدا ممكن تنظم عليه الاحزاية والهدوم بتاعتك في نفس الوقت ممكن تستخدميه في قط النوم وممكن تستخدميه عند مدخل البيت وممكن كمان تستخدميه في المطبخ يعني ليه كذا طريقة في الاستخدام واينا معاينا مطحنة طبعا تقدر من خلالها تطحني الرز أو تطحني البقوليات أو التوابل الصحيحة بأفضل نتيجة ممكنة زي ما احنا شايفين طبعا النتيجة بتاعتها عيلة جدا وممكن تطحني كمان من خلالها الاعوى وانا هنشوف مع بعضها عندنا جهاز بيستعدنا ان احنا نجفف مختلف الهدوم اللي بتبقى موجودة عندنا او بمعنى اصح ان احنا نكوي الهدوم دي بقى سرعة وافضل طريقة ممكنة الحقيقة احنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد اللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده ادرجوا ان انتو تكتبوا لفقينة التعليقات وانا هرد عليكم فقرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادويات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتساهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت امل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لفيتك والمطبخك وبعد ما نتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاج جدي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متوجد بي فبدايات كده لو انت عايز طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكليف الشحل بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعف هي بتبقى متغوتة يعني في عندك ادوات او انتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايز تجيديها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعر مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كلمان ان تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصطة شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتوا تتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين به بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكاليف الشحن وهذا صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتطعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى لو انتوا مثلا في السعادرية او في الكويت وانتين تلاقي الصفحات دي او لأ بس انا عايز اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا ان انت تكتب في خانط البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية كمصر او في الاردن او في السعادرية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي ابلو كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي تبقى موجودة على ارض الواقع او المولاد اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج لمنك جهة لغاية مثل كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا بخانط التعليقات علشان الكلد يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده وده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الجديد يكون عجبكم وان كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع القناة بتبغطي على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا مني تضغطوا على زر الديسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا مني تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في قريب وقت ممكن نستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبقوم في رائع تلي ترجمة نانسي قنقر